اشتركوا في القناة اخذ منه الاحكام والتشريعات قال فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم فليس قاعدة عندنا نأخذها حكم شرعي وما هو كيد امرأة العزيز لماذا صنعت هذا الامر لانها احبت يوسف فكيدها حب لكن كيد الرجال ذكر في صورة يوسف قبل كيد النساء على لسان من يعقوب عليه السلام موحى اليه من الله قال ليوسف يوم ان اخبره بالرؤية يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك ليه يا اخوان فيكيدوا لك كيدا كيد الرجال حقد وغل وحسد وكيد المرأة حب اي كيدا اعظم والله ما سمعت ان امرأة تتشارع مع امرأة في البلدية ولا في المعكمة سمعتوا والله انهم الرجال هذا خذ مالي وهذا ويلا هم ضاربات بين الرجال اما النساء في بيوتهم ما عليهم اخلا ما عندهم كيد الكيد عند الرجال وماذا اراد اخوة يوسف ارادوا قتله يذبحونه اقتلوا يوسف ثم رحمه الله عز وجل قالوا ألقوه في غيابته البئر لا عطوه ماء ولا عطوه طعام ولا عطوه شيء اي كيدا اعظم تأمل ومن حقوق المرأة وظلم المرأة بعضهم اذا قال له النساء قال انهن ناكسات عقل ودين فيفهم الموطن في غير موطنه من قال لك ان المرأة مجنونه الله عز وجل يقول ان الله لا يظلم مثل قال ذرة لماذا قال الله والسارك واش والسارك فقطع يدهما ليه يكلفها ربي وهي ناكسة الله عادل من خلق العدل انما النقصان هنا شرفا لها وليس ذلة لا ناكسات دين اي انها اذا حاضط لا تصل وناكسات عقل يعني ان شهادة الرجل باش بامرأتين ملع الله والحكمة قال الله ان تظل فقط تنسى لان قلبها فيه رحمة هذا دليل رفعة لها وليس ايهانة لهم ان تظل احداهما فتذكر احداهما الاخرى لان المرأة عاطفية هذه حقوق المرأة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر